ورجعنا لك تاني مرة تانية انا ونيرا وفقراتنا بقى دلوقتي بنتكلم عن كل حد عاوز يدخن ومش عارف وحد شاف نفسه ان هو نحيف وبرده مش عارف يدخن وبيحاول يدخن وبرده مش عارف اهلا بيك يا دكتور احمد دكتور احمد رهشان اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اخصائي التغذية والنحيفة تمام؟ تمام عايز اعرف بقى في الاول ايه هي النحيفة اصلا؟ لا ببساطة شديدة كده بس قبل ما نتكلم فاي حاجة يعني لو جينا نعرف انها حافة نقول انها حافة نزول في الوزن عن المعدل الطبيعي اكتر من 15% طب واحد سؤال بقى يقولك طب ايه هي يعني ايه هو المعدل الطبيعي او ايه الوزن الصحي او ايه الوزن المثالي ازاي انا اعرف ان بالفعل ان انا اقول على الشخص ده نحيف من خلال حزبة بسيطة خالص اللي هي حاجة اسمها البضي مس اندكس او مؤشر كتلة الجزء البضي مس اندكس دي اللي هو معادلة كده بسيطة انا عايز كل الناس تكتب المعادلة دي عشان تعرف حتى ان انا ازاي بطريقة بسيطة اعرف ان ده الوزن المثالي والشكل الجزء بتاي بس فيه ناس بتوامد تشكيك كتير بتسمع قناعهم وعليانة يعني اللي بشمال ده باتي حضرار الميس يكتبوا ورا حضرار اه يا ريت يعني اي شخص ممكن يحسب الوزن المثالي لنفسه ولا ده محتاجة تخصص يعني انا اما بروح لدكتور فبتقول انت بتحسب الوزن والكتلة حاجات زي كده يعلم ايو 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 اي حد بيجي بنبناله معينة معينة الابليكيشن دي بتبقى السن والوزن والطول والجنس والحالة الصحية وهلها عنده مشاكل عضوية معينة دي من كل المعلومات دي نقدر نشخص الحالة لكن بشكل اساس انا دلوقتي عايز كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بشكل اساسي اي هو انا اعرف ازاي انا او الوزن بتاعي مثالي او الشكل بتاعي جذاب اعرف ازاي خلال المعادلة دي وفيه طبعا فيه طرق كتيرة جدا مشهورة ومعروفة لناس كتير جدا ان احنا مثلا فيه حاجة بسيطة كده ان انت بيقولك اطرح الطول بتاعك يعني مثلا لو انت الطول بتاعك مية وسبعين سنتي أن انت تطرح رقم مية يبقى ده هو الوزن المثالي بتاعك بس طبعا دي مش حاجة مش دقيقة اوي اعن انت مثلا لو نزلت عن سبعين يبقى احنا كده بنتكلم ان الشخص ده نحيف وان الوزن المثالي ده كده طريقة بسيطة اوي وفي بعض ماس بيقولك لا اطرح يعني 100 اطرح من الوزن بتاعك 105 من الرقم اللي يطلع هو هيبقى الوزن المسالي بتاع الطريقة بقى اللي هي التعتبر دقيقة بشكل اساسي او نحن نقدر نقول عليها ان هي دقيقة شوية المية يعني اه اه الى حد المال اللي هو الباضي ماس اندكس طبعا في الأجهزة دلوقتي اللي موجودة عندنا في العيدات او كده بتسهل الحاجات دي بباطلة الشيط كده في كل المعلومات دي بس انا بتكلم دلوقتي بالنسبة للبيشنت او بالنسبة للشخص انا اعرف زي عشان ما تشككش في واحد يجيلي العيادة هو ما عندوش اي حاجة وجسمه كويس جدا وزن بتاعه مثالي بس هو يعني معتقد داخليا جواه ان انا نحيف هو حاسس كده هو بحاسس من جوان هو نحيف بس لكن طب احنا نقيم الموضوع وندي الفايصل في الموضوع ازاي اللي هو بنخلال الحاسبة دي اظن اعتقد كده البيشنت او الناس دلوقتي جابت ورقوا الان او اكيد طبعا انتنا اللي هو الوزن على مربع الطول ان احنا من خلال الوزن ده يبقى بالكيلو جرام والطول بالمتر مربع ليس بالسنتيمتر اسبحت لك مائة وسببين لا يبقى يعني لو انت اسببين يبقى 1.7 طميم نضرب وحد بوينت 7 في 1.7 يبقى ده مربع الطول يبقى الوزن على مربع الطول الناتج اللي يطلق هو ده بقى نقدر نقول عليه الناتج لو طلع أقل من 18 ونص نقدر نقول على الشخص ده أنا حيف الناتج لو طلع أقل من 18 ونص وبرضي لها بتتفاوت منه يا الحزبة شكلها صعبة يعني أنا وارد دلوقتي مفكر أم روحة أحسبها إزاي؟ بسيحة صعبة ببساطة أول ببساطة الوزن بتاعك شو فيه كان بالكيلو جرام بالكيلو جرام والطول بالمتر مربع المتر مربع مثلا الطول بتاع مياه سبين يبقى هندرب لا يعني هندرب الطول في الطول يعني ببساطة أولا يعني هندرب الطول في الطول بس بالمتر مربع بالمتر بالمتر يعني أنا لو مية وسبعين يبقى واحد بوينت سبعة لو مية وتمانين يبقى واحد بوينت تمانية في واحد بوينت تمانية الناتج اللي يطلع نيبقى ده مربع الطول نجيب الوزن بالكيلو جرام فوق وتحت بالمتر مربع بالمتر مربع الناتج اللي هيطلع يعني بيقولك الوزن المثالي والشكل الجزاري اللي هو من 18 ل 25 ده الوزن الطبيعي لأنت لو الناتج بتاعك تلع من 18-25 يبقى انت كده 100-100 يبقى انت كده ماشي في السليل زي بقول انا بقول لكل الناس اللي عارف في يحسب الحزبة دي وعملها تمام يعملها ويعرف وزنه اللي معارفش بيروح بقى للدكتور المتابع معي وهو هيقوله الوزن بتاعي لا بس اهم حاجة لما عمل وزن ننوه النقطة اهم حاجة بطور اللي هتروحوله اهم حاجة يكون انا متروحوش لأي حد تاني اه اهم حاجة طبعا دي او دي النقطة اللي اولي طيب انا عايز اعرف انواع النحافة ايه عندنا اكتر من نوع للنحافة كم نوع اه تمام بس انا كنت قبل بس ان نخش على انواع النحافة او كده بس انا عايز اتكلم بس في نقطة ان احنا دلوقتي لو الرقم اقالي من 18 ونص يبقى ده اه قولنا ان هو اه اه اقل من 18 ونص يبقى نحية بتتفاوت بس بقى فيه سفير ومودرت وميلد السفير اللي هو نحافة شديدة دي بتبقى بتساوي الرقم بتاع بيساوي 16 او اقل من 16 ده انا قدر نقول عليه نحافة شديدة ولازم يتوجه بشكل مباشر للدكتور اه 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 من 16 ل17 دي نحافة متوسطة ان البودمس اندكس اللي طلعه اللي احنا قلنا الناتج بتاعنا ده لو من 17 من 16 ل17 دي متوسطة من 17 ل18 دي البسيطة اه حريك دلوقتي بقى في النقطة الانواع النحافة اه انواع النحافة ان احنا بص هو فيه نوع نقدر نقول كده فيه نوع اولي او فيها لها كلام كتير فيقولك نوع مقصود او اراضي او 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 غير اراضي في لها يعني مسامية كتير واحدة يقولك انا عايزة بس اعرف ان فيه ناس ممكن واحدة تشوف نفسها ان هي نحيفة مع ان ده بيبقى الجسم الرشيق او الجسم المثالي فعايزين نعرف الفرق ما بين النحافة والرشاقة اه 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 ايه الفرق ما بينهم لوحدة تشوف نفسها تقول لا انا كده جسمي مصبوط عفوا فإيه الفرق ما بين النحافة والرشاقة؟ إزاي أنا أقول لأ أنا كده جسمي رشيك مش محتاجة إن أنا أملة شوية أو إزاي أقول لأ أنا محتاجة إن أنا أملة شوية ما هل أقول لأ برضو المكياس في البداية؟ إحنا أقول لأ المكياس في البداية اللي هو بالبعضي ماس إنديكس ده لو قلق عن 18 ونص شباحنا كده في نحافة ده لكن يعني طب بالنظر دكتور يعني أنا ممكن بنظر عيني أعرف إن أنا نحيفة أو إن أنا كده وزني مثالي أو إن أنا شوف لو شفت شخص أقول عليه نحيف أو وزنه مثالي ما بيكون في ناس فعلا نحيفة جدا بس هوا شايف نفسه نوع كده جميل بس هوا محتاج فعلا يطلق أيوا بص الخبراء الإنجليز قالوا يعني معلومة مفيدة أوي بتقول إيه المعلومة دي؟ بيقولك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفي طاقة وفي نشاط وفي حماس وفي حيوية وما فيش أي أعراض جانبية اللي هو الضعف العام أو مشاكل في المناعة أو جسمه وما بيقدرش يتقوم أمراض يبقى ده ما تخافش عليه نحيفة مفيش مشكلة بدا مفيش أي أعراض للنحافة لكن لو فيه أعراض بقى اللي هو الضعف العام فيه مشاكل معينة صحية عنده أمراض عضوية فيه ضوخة أو اصداع فيه شعر بيقع يعني فيه أمراض فعلا بتسبب النحافة آآآ بالفعل بالفعل النحافة نحن قلنا بقى هي دلوقت تلميت في نقطة النوع اللي هو أنواع النحافة هو النوع البسيط وده بيبقى يعني اللي أنا قدر نقول إن السبب رئيسي بتاعه إيه اللي التناول الأكل بصفة عامة إيه اللي التناول الأكل بصفة عامة إيه اللي التنزية يعني إيه اللي التنزية في حد بيأكل يعني عشان شغلوا كلامنا فبن بيأكلش غير مرة واحدة في اليوم أو مرتين فما بيأكل ما بيأكلش الثلاث واجبات متكاملة فده بتسببه ما بيأكلش عليهم خالص وشكلهم نحيف يعني إن شاء الله ما بيأكلش عليهم خالص وشكلهم نحيف يعني إن شاء الله والله ما بحث إيجابة بيأكلوا ما شاء الله 24 ساعة بيأكلوا كمية كتيرة وأوقات كتير ورفيعين يعني برضو مش رفيعين بشكل الجسم كويس لا شكلهم بيدي على نحافة برضو بالفعل بس أنا عايز أتكلم في نقطة دلوقتي الفايصل في الموضوع نقدر على الشخص نحيف إنه بالطريقة البدائية أو ومدام الشخص ما عندهش أي أعراض تأثر على النحافة بتاعته ما فيش أي مشاكل سوي ممكن يبقى حد رفيع وم شاء الله فيه صحة أكتر من حد يعني يعني عزبت بالفعل كده بس أنا عايز برضو أوجه الناس لنقطة مهمة أود اللي هي نقطة الحرمان إن أنا دلوقتي فيه ناس مفكرة يعني الناس كتيرة سويا جاء في حالات السمنة أو حالات إنه حافلة جدجلة في العيادة إن أنا دلوقتي إما أقل لو أعمل تقنين بشكل كامل للنشويات أو أعمل تقنين للدهون أو إن أنا أخذ نوعات معينة من الأكل إن أنا كده إن أنا كده زي الفل وهوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بالطريقة دي هو بالفعل بيوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بيحرم نفسه من كل الأكل بس فيه قاعدة بقى مهمة ناس دي لو فهمتها بشكل قوي جداً هتبقى دفعها قوية جداً يزيد أو يقل على حسب يعني اللي هي القاعدة مات وقاومه سوف يستمر مات وقاومه سوف يزيد يعني إيه؟ يعني بزلط عامل بزلط لو فيه حباية مثلا موجودة في إداية كده لو الحباية ديت أنا هراشت فيها اللي يحصل هتكبر أوه تماماً بيطل عوعدة جنبها وهكذا دي أنك تغرش فيه وتقاوم في الجسم الحداد ما ينتشر الحباية دي تبقى مجموعة من الحبوب في الجسم كله فهي دي فهي نفس القصة بالضبط يعني اللي بيحارب الجسم الجسم بيحاربه عامل كده ضربات مرتدة وييبقى نفسقوا فيه يعني إني أنا انا مش هاكل لا هو الحاج insulted حوالحاج اقدميو هاكل يعني؟ هاكل agar وهnoат و مشكلتنا برضو يحنا يعني زي ما انتو قلتوا تقريباً في الجزء الأولانui نحن ماشيين بجزء من الروتين أو ماشيين في حياة روتينيية مملة ثلاث حياة روتينيية مملة للي إحنا ماشيين كل يوم نفس الحاجة كل يوم ناك ізكل نفس الحاجة طب كده الاكلت يعني كده يعني أولاً إحنا مش بندي الجسم كل العناصر الرئيزائي لازم برضو الناس تبقى فهمها بشكل قوى جداً إن إيه إيه العناصر الرئيسية المفروض كل يوم يبقى الأكل بتاعنا موجود فيها إيه هي؟ إن إحنا المفروض يبقى الوجبة بتاعتنا فيها ونقول برضو نسبة بتاعتها هنقول بس الحاجات الأول إيه المفروض الكربوهيدريت اللي هو النشويات طبعاً الكربوهيدريت دي فها بسيط وفها مركبة معشان برضو ناس اللي مش عارفة عن الكربوهيدريت أو نشويات معشان ما نعقدش عن ناس النشويات المكارونا والرز والكلام دا كله دي كده ده ده بيسموه المكارونا والرز والكلام ده النوع الكمبلكس أو المعقد فيه بقى النوع البسيط اللي هو زي الحلاوة والمربة والعسل بأنواعه والمشروبات الغازية والحاجات دي كلها دي كده بالنسبة للنشويات إحنا إحنا محتاجين في الوجبة بتاعتنا يعني فيه ناس بيقولك إحنا محتاجين من النشويات بس من 50 إلى 60% من الوجبة بس أنا بقول يعني بشكل يعني لو عملناها دايرة كده بنقول إحنا فيه ثلاث حاجات رأسائلة هو النشويات والدهون والبروتين ثلاث حاجات أوه النشويات محتاجينها في الوجبة نسبة 50% ما لا أقل عن 50% أقل من كده لكن إحنا دلوقتي لو بصينا على معظم الأنظمة الجزائية اللي موجودة ومنتشرة في مجلات وحاجات مشهورة يعني أنت بالفعل تبص عليها كده تشتغل بتحارب الجسم يا جماعة عايزين نفهم إن الجسم دا عامل زي الطفل الصغير بالظبط لو يدينا لكل احتياجاته هيبقى زي الفل كده معانا وهيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي هيبقى فيه طاق هيبقى فيه بورا هيبقى فيه باشواط الناس عتان بقى فيه استمتاع بالحياة لو إحنا ادينا له اللي هو عايزه لكن الطفل لو مش ادينا له احتياجاته إيه اللي هيحصل؟ هيفضل يزن مش هيزن بس؟ يا ريكي يزن انا تمنى ان هو يزن لكن انت هيمسك في زمارة رأتك يعني انا عاملتش هيسيرك يعني زي هيفضل فهي الفكرة كده بالظبط يعني هو الجسم دا عامل زي الطفل الصغير دي تيله كل الاحتياجات بتاعته هيبقى مبسوط منك وهيسمع كلامك وتقوله روح روح تعالى تعالى وكذا ما اديتلوش احتياجات وإن لا هيحصل هيحربك زي ما انت بتحرمي بالظبط وكل شوية ينكد عليك وكل شوية يزن عليك وكل وهكذا نفس الجسم والجسم هيحربت بالظهر يعني فا احنا كده محتاجين بشكل رئيسي ان احنا نفهم المعلومة دي ان احنا نعمل جسم دا ضربنا خالقوا يعني يعني عايزين نفهم بي شوية الناس يعني الناس عايزين تيجي والناس تيجي لي تقولك يا دكتور انا مش وانت طايق نفسي سيب اشتاق نفسك يعني مهما حصل انا مش وانت طايق نفس يا دكتور اه فبلا في مشكلة بس بتواجهنا اللي هو بسبب النحافة ان احنا اصلا في الناس اللي هم ورفيعين بيبقى عندهم مش قل التغذية هم مالهمش نفسي للأكل في فقدان شهية فا احنا ازاي نعالك حاجة زي كده عن طريق مثلا بنتجه للأدوية ولا بنتجه لمثلا معظم فيه أكلات بتفتح النفس ازاي ما بيقولوا فاي حل احنا حضرتك بتفضله والله انا احنا احنا انا قلت بقوله باستمرار وباكرر فيه في كل الاماكن في كل المحاضرات وهكذا بقول ان احنا محتاجين احنا ناخد كل العناصر الغزائية اللي احنا عايزينا الدهون والنشويات والبروتينات ولازم برضو نعرف النسب بتاعتهم النشويات محتاجين 50% من الوجبة محتاجين 30% من الدهون اللي الناس اصلا بتمنح هتقولك لا ده الدهون ده هتسببلي ضرر كبير جدا وهتبقى قلوب تتعب المعدة والكلام ده اوه لكن الدهون دي حاجة رأسية فيه يعني الجسم محتاج 30% ما انفعش ان احنا نقلل عن كده ايه هنقلل عن كده اللي هيحصل يعني النشويات بتتحول في نهاية المطار لدهون لو مش موجود الدهون اللي احنا عايزينا عشان كده تلاقي الشخص برضو بيدخل او الشخص ايان كان بقى فاحنا ده احتياجة جماعة الطفل محتاج ده احتياجات لو ادرنا ان احنا اللبهاله تبقى دفع قريب جدا الجسم يستجيب ويحصل زيالة في الواجب اه بالنسب ودي بتتحدد بزبط من قبل بقى استشارة التجزية اللي هو بقى النسط دي بيوزحها اللي هو خمسين في المية نشويات تلاتين في المية دهون عشرين في المية بروتين يعني بالنسبة للفتح الشهية احنا حضرتك ما بتنصحش ان احنا مثلا ان اتجه للأدوية او الكلام ده ممكن نستخدم حاجات طبيعية او اكل طبيعي بيفتح الناس اه في حاجات بقى هقولك شوية حاجات كده بسيطة ممكن تبقى دافعة قوية جدا ان احنا يعني تفتحيش حاجة مهمة جدا ان الناس كلهم فيه مشروبات يعني مثلا لو اتكلمنا في المشروبات هنلاقي مثلا مشروب الحلبة بس الحلبة ده صعبة قوي يعني يعني صعب دي يعني بالنسبة للحلبة او ما بتحب اه فيه مثلا في الحلبة فيه حاجة اسمها البابونج تسمعونها الكاموميل فيه طبعا اليمسور تتشرب يوميا قبل الاكل اه يونس انا بنصح يعني ان الناس تاخدها قبل الوجبات يعني اصلا انفطار غدا عشاي قبل كل وجبة ياخدها ديها تفتح الشاي برضو محتاجين ان الوجب يبقى فيه صلطة دلوقتي ان احنا الصلطة دلوقتي مهملينها الصلطة دي فيها النكهة الطبيعية الموجودة فيها بتزود من افرازات يعني اللعاب اللي تأهلك يبقى فيه فتح يعني يبقى فيه شهية مفتوحة طب يا دكتور طب ما برضو بينساهوا الناس اللي بتخس يأكل صلطة لا 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 ما هي بالفعل بس فيه فرق بقى يعني احنا دلوقتي مثلا لو اتكلمنا في موضوع المية واتكلمنا في موضوع السلطة بالفعل كل الناس محتاجة موية محتاجة احنا قولنا التلات حاجات الاساسية محتاجين برضو فيتامينات ملت فيتامين موجودة في الفكهة والخضار جميع انواحها ومحتاجين منرل يعني محتاجين معادن محتاج فيتامينات ومعادن ومحتاج الكربوهيدريت والنشويات والبروتينات والمي لو ادرنا ان احنا نحط ست حاجات دولي في الوجبة الرئيسية في الوجبة بتاعتنا داعتياجين بس بقى بتختلف بقى من شخص التخين والشخص الروفية على الشخص التخين لا ننصح انوا يشرب المية قبل الوجبة طب اه في حاجة مهمة جدا بالنسبة للمية لان انا على طول طول ما انا باكل المية جنبي فبيقولوا ده غلط ده فعلا غلط انه مثلا اكل معلقة ومعها مية بيقولوا انها بنملى البطن اه بفعل وبيقولوا انها بتتغخل وحاجات من دي بس في ناس بتقول انها احسن انا اقول لكم فايصل في الموضوع ده اه هو الفايصل اللي اعيدين الفايصل في الموضوع ده ان احنا الشخص التخين محتاجين ان احنا نشرب المية قبل الوجبة مثلا ضروبية ساعة ولا حاجة دي هتوبى دافعة كوية جدا ان اولى حتى الهضم بتاعنا هيبقى كويس الاكل بتاعنا هيبقى صح الاكل اللي احنا ناكله هيبقى هنستفيد منه هيتوزع في الجسم فان احنا دي بالنسبة للشخص الرفيع او اللي هو عاوز يدخل ما نفعش انه يشرب المية قبل او اثناء لان دي يعني بتخفف الوصارة الهضمة او بتبقى دافعة طويلة انها تملى بتحسسك بالشرع السريع عشان كده ننصح قبل الناس التخيئة تبقى قبل الناس الرفيع بالنس الرفيع يبقى بعد عشان كده ننفع ما ينفعش خلص في الناكل ما ينفعش قبل ولا في النص ولا قبل ولا اثناء احنا عايزين نشرب بعد بعد ليه؟ علشان عايزين نوسع الاوعية الدموية بتاعاتنا علشان تقدر انها تاخد كميات اكل اكتر الاكل يتوزع بشكل كبير والمية دي يتوزع علينا العناصر الغزائية الكل خلية من خلية الجسم فهنا محتاجين المية ده احتياج. بس اه بالنسبة للشخص نعرف نتكلم بقى في نقطة برضو مهما انتي اطراحة نقطة مهمة جداً اللي هي شرب المية. شرب المية ده نعرف انا عرف احتياجي من شرب المية ازاي. انا دلوقتي قد اقدر اقول انا احتياجي من شرب المية. بحنا كده عارفنا احتياجاتنا الاولينية اللي هي الكربوهيدريت والنشبيهات البروتين. نقدر احنا نعرف بقى احتياجنا من المية ازاي. ان انا بوزني عن طريق الوزن اسمه على رقم تماني. ده معادل يا جماعة. الوزن الكل بالكيلو جرام على تمانية. اللي بيطلع بقى النتج اللي بيطلع اللي بيطلع ده عدد كوبات المية اللي مفروض تشربها يوميا. ما نفعش تكل عن كده. ما نفعش تقلع عن كده. لو قلت عن كده بابا انت كده ما خدش التياجاتك من الواقع. بس بقى زي ما قلنا. اللي هنشربهم بالطريقة. هل انت شخص تخير او شخص يرفع. شخص يرفع. شخص يرفع. معينا ان شاء الله في حلقة تانية عشان نستفيد اكتر. وكل الناس اللي بتشوفنا تستفيد. كده خلصت فقارتنا. استنونا في حلقة جديدة من برنامج امر 14.